أهم سؤال تطرح أي إمرأة حامل أو مقدمة على الإنجاب أنه يا هل ترى رح يزيد وزني خلال هالفترة وقدين معدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل التخدير هي أحد العوامل الأساسية والمهمة في حياتنا بصورة عامة فكيف لو كانت بمرحلة حساسة من حياة المرأة مثل مرحلة الحمل والإنجاب لأنه ببساطة بهي المرحلة بيطرق على جسم المرأة لعديد من التغيرات الفيسيولوجية بما يتزامن مع مراحل نمو وتطور الجنين بالتالي هي بحاجة لغداء صحي كامل ومتوازن قادر على توفير الطاقة لكل الطرفين وهالشي رح يساهم بشكل كدير كتير بالحب المخاطر لإصابة بأمراض عديدة خلال هالفترة مثل سكر الحمل، تسمم الدم، ارتفاع ضغط الدم وحتى زيادة الوزن المفرطة أهم السؤال تطرح أي امرأة حامل أو مقدمة على الإنجاب أنه يا هل ترى رح يزيد وزني خلال هالفترة وقدين معدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل أكيد وبدون شك وزنك رح يزيد خلال هالفترة ومع بلوغك للأسبوع العشرين من الحمل نجد أنه وزنك زاد بمعدل ثلاثة كيلو ونص عن وزنك الطبيعي السابق يلي كان قبل الحمل وبعد هيك رح يبتدي وزنك يزيد بمعدل نصف كيلو جرام بالأسبوع الواحد ومع اقتراب موعد الولادة نجد أنه المعدل الطبيعي لزيادة وزنك خلال هالفترة بيتراوح ما بين 9-11 كيلو جرام ونو افترضنا امرأة كان وزنة 55 كيلو جرام رح نجد أنه المعدل الطبيعي لزيادة وزنك أثناء هالفترة بيتراوح ما بين 64-66 كيلو جرام وكلما زاد وزنك بصورة أقل وضمن المعدل الطبيعي أثناء الحمل هالشي رح يساعدك بخسارة وزن أسرع بعد الولادة في حال كانت الزيادة أكثر من 50% من الوزن المتوقع زيادته النتيجة هي زيادة احتمالية تعرضك للأمراض يلي ذكرتها مسبقاً من سكر الحمل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن المفرطة أما في حال كانت الزيادة أقل من 50% من الوزن المتوقع زيادته فالنتيجة هي زيادة احتمالية تعرضك للولادة المبكرة وزيادة احتمالية تعرض طفلك لبعض التعقيدات عند الملادك السؤال الثاني يلي بتطرح اي امرأة حامل او مقلمة على الانجاب ما هي العناصر الغذائية الامثل لها خلال هالفترة براود المرأة الحامل الرغبة بتناول اطعمة مثل الحلويات والمخللات يلي من الممكن انه ما كانت المفضلة بالنسبة الى قبل الحمل طبعا هل امر طبيعي ولكن بشرط انه يبقى بصورة معتدلة تحتاج المرأة الحامل حوالي 300 سعر حرارية اضافية عن الاحتياج اليومي للشخص البالغ نظرا للتغيرات الطارئة على جسمها خلال هالفترة وهالامر مهم لنمو وتطور الجنين اضافة لانه بيساعد الام على التأقلم مع الضغوط اللي ممكن تتعرض لخلال هالفترة من عدوى ونوبات نزيف وحتى تكون الانسجة الجديدة الخاصة بها وبالجنين مع عمليات التمثيل الغذائي لها في الشهور الثلاثة الاولى من الحمل عادة ما تترافق هذه الفترة باعراض كالغثيان والتقيق وفقدان الشهية وحتى تتجنب ذلك عليك اولا بتقسيم وجباتك الى 4 او 5 وجبات يوميا ثانيا عليك بتناول الاغذية التي تحتوي على العناصر اللازمة لكي كل لحوم قليلة الدسم والسمك والدجاج الغني بالبروتين والذي يأتي دوره بتأثيره المباشر على تكون الانسجة الجنينية لطفلك إضافة الى تكون السجة الرحم والثدي بما يدلاءم مع التغيرات الطارئة على جسمك وأمل بقوليات من عدس وخضار ورقية خضرعة الغنية بالحديد نظرا لدوره في تكوين الهيموغلوبين وبالتالي وقايتك من الاصابة بفقر الدم ثالثا احرصي على تناول قدر الكافية من الحليب والبيض ومنتجات الالبان المعقمة ومعروفة المصدر نظرا احتوائها على الكالسيوم وفيتامين دي وبالتالي دورها في تكوين عظام طفلك وأسنانه ووقايتك من الاصابة بهشاشة العظام رامعا احرصي على تناول كميات كافية من البيان والعصائر الطبيعية الطازجة التي تساعدك على تعويض السوائل المفقودة لدى التقيق خامسا من الضروري خلال الثلاثة الشهور الاولى من الحمل الاحتمام بتناول الاغذية الغنية بحمض الفوليك وهو احد انواع الفيتامين بي وتأتي اهميته من دوره في تكوين الانبوب العصب الجنين بالتالي وقايت طفلك من الاصابة ببعض التشوهات كالانبوب العصب المقصوم كما ينصح بتناول حبوب حمض الفوليك من الشهر الاول للحمل أو حتى قبل الحمل وذلك بعد العودة للطبيب واستشارته تغذية الحامل من الشهر الرابع للسابع خلال هذه الفترة تتبتل شكو الحامل من الغثيان والتقيق الى الاحساس بالحرقة والانتفاخ والامساك نظرا لزيادة حجم الجنين اما عن فقدان الشهية فتستعد الام شهيتها مجددا لذلك من المهم اختيار الطعام اللازم والمناسب للحفاظ على نمو الجنين وصحة الام حيث يجب ان تشمل وجبة الافطار على العناصر الغذائية الهامة كالبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعالن وذلك بتناول كوب حليب بيض قطعة جبن قليلة المروحة والدسم خبز او ثمرة فاكهة ويمكن اضافة الخضاء اما عن وجبة الغداء فيجب ان تشمل على شرائح الدجاج او السمك او حتى اللحم المشوي ولكن مع الحرص الجيد على طاع اللحم جيدا تجنب الانتقال اي افات بكتيرية كالتوكسوبلازما او ما يسمى بداء المقوسات ويمكن للغذاء ان يكون بقوليات كالعدس او حتى طبق من السلطة الى جانب احد انواع النشويات كالرز او الماكرونة اما بالنسبة لوجبة العشاء فيمكن تناول وجبة خفيفة سهلة الهضم وقبل النوم بساعتين وذلك لتتجنب شعور بالحرقة والانتفاخ ككوب من الزبادي او احد منتجات الالبان اضافة الى ثمرة من الفاكهة او الخضار اما بالنسبة للوجبات الخفيفة يلي من الممكن تناول بين الوجبات الرئيسية مثل المكسرات والفواكه والخضار الغنية بالالياف يلي بتساعد في التخفيف من حدة بعض الاعراض مثل الامساك ويجب تجنب تناول الاطعمة الغير الصحية مثل البطاطا المئرية والكثير من الحلويات نظرا لانه رح تزيد نسبة شعورك بالحرقة والانتفاخ تغيية المرأة في الشجور الاخيرة من الحمل لكل مرحلة متطلباتها بهالمرحلة عليك الاكثار من تناول الاجبان والالبان الغنية بالكالسيوم والفيتامين دي نظرا لدوره في الحفاظ على صحة عظامك وعظام طفلك إضافة لضمان تكون الحليب للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تناول الكثير من الخضار الغنية بالالياف والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات كالفيتامين سي في الليمون والبرتقال نظرا لدوره في زيادة قدر الجسمك على انتصاص كميات أكبر من الحديث بالتالي وقاية تكميل الإصابة بفقر الدم إضافة إلى دوره في التخفيف من حدة النزيف وأخيرا عليك تجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية كالمعلبات والسلصات والمخللات نظرا لدورها في زيادة شعورك بالحرقة والانتفاخ أكثر من أي وقت تاني إذن الموضوع ما بيتعلق بالكمية وإنما بيتعلق بالنوعية لأنه بالنهاية غذاء طفلك من غذائك وصحته من صحتك كانت معكم رويدة عمار شباب بهالفيديو المقدم للمشاركة بالدورة الثالثة لأسبوع يوتيوب المرأة العربية الذي تنظمه هو ترعاة بوتكارت أربيا تمتم بخير اشتركوا في القناة